شكرا سيدي الرئيس سيدي الرئيس أود بداية أن أشكر القيمين على الصياغة أي الولايات المتحدة على المشاورات المعمقة وجهود الأصغار لتوصل إلى صياغة هذا النص وأود من أجهتي أن أطرح عليكم ثلاث نقاط أولا أن فرنسا ترحب باعتماد القرار 2440 الذي يمدد ويجدد ولاية المينورسو خلال المشاورات الأخيرة لمجلس الأمل في 11 من 21 أكتوبر بحضور الممثل الخاص كولين ستيورت أن المينورسو طلعت بدور أساسي من أجل الحفاظ على الوضع في الإقليم والحفاظ على وقف إطلاق النار وهذا ما تم التأكيد عليه وكما يرد في تقرير الأمين العام تطلع البعثة بدور أساسي قوامه الوقاية بغية سون الاستقرار الإقليمي وهي نقطة أساسية تضحت أيضا في الاستعراض المستقل الذي أنجز وأود في هذا المقام أن أنوها بالممثل الخاص وفريقه الذي ومن خلال حضوره يقلص التوتر ويسهم في تقليص خطر التصعيد وعلى ضوء هذه العناصر تكرر فرنسا التزامها بولاية مستقرة مدتها 12 شهرا أن التجديد لمدة 6 أشهر حسب القرار الذي اعتمدناه طويا يجب أن يكون استثنائيا لأنه لمن مسؤوليتنا لا نزعزع الإدارة وتخطيط الموارد الخاصة بالبعثة هذا الأمر ينسحب على المينورسو كما ينسحب على العمليات الأخرى التي يقررها هذا المجلس أن التقصير مدة الولايات يبدو بالنسبة لنا فكرة جيدة خاطئة لا أثر فعلي لها على العملية السياسية ولكنها من شأنها في المقابل أن تقود أو أن تضعف المنظومة الأمامية أن الحفاظ على إطار سنوي مهم بالنسبة لنا لنكفل استقرار العمليات عمليات حفظ السلام سيدي الرئيس أن الهدوء على الأرض الذي تحقق بفضل المينورسو هو الذي يسمح بإحراز تقدم في الشق السياسي ولنا بالتالي أن ننوها بغياب تهديدات كبرى محدقة بوقف إطلاق النار وهذا القرار يلحظ ذلك ولنا أن ننوها أيضا بتحسن الوضع على الأرض منذ التجديد الأخير أرسل المجلس رسائل واضحة في نسان أبريل فأتت بثمارها دورنا يكمن بالتذكير بأن وقف إطلاق النار يجب أن يبقى محترما بالكامل ختما وفي إطار الدينامية الأكثر هدوءا يدعم هذا المجلس تماما جهود المبعوث الشخصي في المسار السياسي وهذا ما يتجلى في النص الذي اعتمدناه اليوم وإثر نجاح زيارته للمنطقة في نهاية تموز يوليو أن المبعوث الشخصي هورست كولر أرسى الدعائم اللازمة لجمع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريطانيا في طاولة مستديرة مطلع ديسمبر كانون الأول في جونيف كما أن القرار يثني على الرد الإيجابي لهذه الجهات الفاعلة الأربعة للمشاركة بالنقاش وفي هذا الإطار لمن الأهمية بمكان أن يواصل المبعوث الشخصي مشاوراته السابقة لهذا الاجتماع ليعد العضة بأفضل شكل ممكن لها ونحن نشجع المشاركين على الاطلاع بدور بناء ونذكر أنه بالنسبة لفرنسا أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تشكل قاعدة جدية لمناقشات مستقبلية سيدي الرئيس يسرني أن مجلس الأمن يقدم إذن كامل دعمه للدينامية التي ذكرت بها وشكرا لكم